يا جماعة تروني والله أفتح الشاشة وأتكلم على طول أتكلم في مواضيع أنا كنت زمانة أجي مواضيع قوية وتخصصية جيت الناس ما يفهموا لش أنا أقول فقررت أني أنزل بما عندي من ثقافة عامة بسيطة حول أوصل بها للناس تروا أنا فرق بيني وبين المذيعين اللي في التلفزيون كله ها يمركب له سماعة ويملونه خمسة ستة جالسين معاه بالذكاء الصناعي كله ولا تقول ورد على فلان ولا ترد وشوف الآية اللي بقولها لك تلاقي يقول كده وهو قاعد يخذ الآيات منهم ويكرر بلسانه والأوتوكي أوتوكي اللي هي شاشة قدام المذيع كده مكتوف فيها كل حاجة ويتكلم كأنه جاي بالكلام من راسه واللي يقول قصيدة من راسه وما هي من راسه ولا شي الأوتوكي قاعد يمليه قدامه على الشاشة والذكاء الصناعي قاعد يمليه والشاشة قدامه مكتوف فيها كل حاجة وذلك تجد أنه فرق شاسع لما نيجي ينتناظر أنا أي واحد يقول لي أنت يا أحمد مني يقول تعال ناظرني خلن بعد الجوال وبعد جوجل وبعد الخراط واللي في راسه مقتنع فيه وهات اللي راسك مقتنع فيه تلاقيين سح مباشرة أنا والله لما أتكلم يا جماعة الخير ما أتكلم من أجل الإفساد لما أتكلم ما أتكلم إلا بما قرأت وممكن بعض ما قرأت غلط لكنه نشف في راسي هنا وأصبحت وصرح بهذه المعلومات بلان على ما قرأت ممكن المعلومة صحة والمعلومة خطأ الله أعلم أفهمت الفكرة؟ ولذاك يا جماعة معظم رفعتي للشاشة أتكلم من راسي في أي موضوع أشوف أي شي عابر البحر مكونة تملحه الشياء الشجر اللي ورانا المانجروف كيفوه متى يثمره كيفوه من بعنواتي الموجودة في راسي ليس والله من قراءة وليس من ثقافة يملوني عشان أقولها لكم ولا عندي أوتوكي ولا عندي سماعة أتكلم بها ولذاك لا تشرهون علي أنا ما أطلع زي المعذيعين المذيع يعبونه بالملي حتى لما أروح لقاءات في أغلب القنوات يملعون ما أعطوني مواضيع ليش؟ يقولون لك لتحضر بتصير أحسن منها خلنا نطلط كذا لطخة في الوجه نجيب لك موضوع ما تدري في الراسك عشان نقدر نخش معك في حوار نقدر نحرج قدام الناس للناس قاعدين يقولونك تتحفظ ويجي تقول والله ما أنا أتحفظ ولني أفتح شاشة ولني أفتح سماعة ولني مثل عفوا في الكلمة ميري وتيري وهيري اللي يوقف قدام الشاشة يعيد اللقطة عشرين ثلاثين مرة عشان يقدر يقول لكم كلمة معينة أو معلومة معينة أبدا أفتح الجوال وتكلم أنا أعرف على المنابل تكلف سبعين مليون عشان تعرض في المردان ثلاثين حلقة منها والله ما ما حتى جبت مصور ولا محق صوت ولا معد ولا سكرتارية ولا مادة أفتح أضغط الزر ومشي لا منتاج ولا دبلاج ونطلع على الشاشة على طول ما عندي مشكلة أنت استطرد طيب أنا عقلي كذا استطرد عقلي استطرد فوالله إلا ما حب في تثقيف الناس وأي موضوع يفتح لي أحاول أن أشارك فيه بما عندي معلومات لا حسبوني أفتفي كل شي لكني قررت كثيري جماعة وجربت كثير يدي تقطعتها من كل زاوية في قطعة وأنا قاعد أجرب خلني قبل ما أموت أطلع بعض المعلومات أموت وأنا فارغ قلت طلعت اللي عندي كلها ولا أحسد واحد فأنا دوم أقول متفارغا